تعرف إن اللصان Z ليه أشكال مختلفة؟ أول شكل لو كان على هيئة لاتر Z اللي بيكون موجود في بداية الكلمة زي زيرو زو في منتصف الكلمة ماجازين في نهاية الكلمة جاز الشكل الثاني لو كان على هيئة لاتر S اللي بيكون entre deux voyelles وبالتالي بيتنطق Z اكزامبل ميزون روز الشكل الثالث لو عندي لاتر X اكزامبل دوزيام سيزيام والشكل الرابع والأخير وهو لو عملت ليزون اللي هو الرب زي لو قلت لزامي سيزون دول الأربع أشكال للصان Z وبالتالي لو عندي لاتر Z ومعايي voyelles هيدوني سيلاب ZA ZA ZE ZE ZO ZO ZE 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 وما تنساش تدخل هنا عندي في المنصة هتلاقي سلسلة كاملة من الفيديوهات اللي ليها علاقة بالسيلاب اللي هتفيدك في تعليم اللغة الفرنسية اللي هاتف اشتركوا في القناة